الأخوات والأخوة أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير أولا يبلغكم الأخ إبراهيم شريف والرموز سلاماتهم جميعا ويشدون على أيديكم ويقولون لكم صبرا فإن النصر قادم العزاء قبل سفرتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى واشنطن ولندن قبل أسبوع بدأت الصحف أو بعض الصحف الصفراء تشيد وتوجه اتهامات إلى الوفد المعارض الذي سيذهب إلى هذه العواصم ولكن قلنا لهم بالفم الملآن نحن نعرف لماذا نذهب نحن نذهب للخارج لكي نوصل أصواتكم وعذالة قضية شعبنا التي ستنتصر حتما نحن نذهب لأن علامنا الأصفر يغيب أصواتنا ويتوهم ويوهم البعض بأنه سيسجننا في هذا البلد الصغير ذهبنا إلى أمريكا وبريطانيا لنقول لهم إننا نناضل من أجل العذالة ومن أجل حقوق الإنسان ومن أجل الحرية والديمقراطية والمواطن المتساوية والدولة الديمقراطية التي تؤمن بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات قلنا لهم أن لدينا أكثر من ثلاثة آلاف سجين يجب أن يخرجوا هؤلاء سجناء رأي وضمير يجب أن يخرجوا من السجن فورا وقلنا لهم إن الحوار الجاذ الذي نؤمن به يجب أن يؤسس على خارطة طريق واضحة هذه الخارطة يجب أن تكون قائمة على أساس الإفراج عن المعتقلين وأن يكون للحكم مرئيات على الطاولة كما يكون هناك مرئيات للمعارضة نقول لهم قلنا لهم أن المعركة في البحرين أن الصراع سياسي دستوري بامتياز الصراع ليس طائفي وليس مذهبي كما يهموكم قلنا لهم الكثير بأن الشعب البحريني متمسك بنضاله السلمي الحضاري أنه ينبذ العنف ويؤكد على عزمه في الاستمرار للنضال من أجل حصوله وانتزاع حقوقه المشروعة قلنا لهم أن التمييز الذي تمارسه السلطات هو سرطان العصر هو سرطان يجب اجتثاثه من جدوره قلنا لهم الكثير وتوافقوا معنا بأن هذه المطالب ليست إلا مطالب الحد الأدنى ويجب على نظامكم إن كان نظاما عصريا أن يؤمن بهذه المطالب وينفذها على الفور إن سفراتنا إلى الخارج وحيث يوصموها بالخيانة نتساءل من هو الخائن هل الخائن من يسرق الأراضي؟ هل الخائن من يستحوذ على المال العام دون وجه حق؟ أم الخائن؟ أم الخائن؟ أولئك الذين يستولون على السلطات المطلقة على كل السلطات ويمارسون القتل خارج القانون ويهربون المال العام إلى الخارج بعد أن يسرقوه نقول لهم إن الشعب البحريني مؤمن بقضيته إن الخائن ليس هو من يسهر الليالي ليحصل أعلى الدرجات ومن ثم تسرق منه بعثته للخارج الخائن ذاك الذي يستحوذ على المال العام ويسيطر على كل الثروات والخائن هو من يضع خلف القطبان آلاف المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية نحن نؤمن بعذالة قضيتنا ونؤكد بأن قضيتنا منتصرة بكم فأنتم فقط الضامن الوحيد الذي يمكن لنا أن نسير به ومعه لكي نحقق انتصارنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر